اشتركوا في القناة دايما بتفائل تحية حب بحييكن اجمل امسية بمسيكن لانكن حبيتوني الله يخليكن ما في اجمل من الطبيعة ببسمة حلوة بطاقة حلوة بامل وبتفائل باجمل تحية لاجمل جمهور منقول اهلا وسهلا فيكن الطبيعة والجمال والصحة هيدا هي الحياة ليس الجمال جمال الوجه انما النور الذي يشعه من القلب ببسمة بطاقة بتفائل بامل بحب اكيد دايما منضلنا متفائلين ومنقول هيدا هي الحياة الحياة حلوة الحياة حب الحياة طاقة الحياة فرح الحياة امل وتفائل الدهر غدار والزمن اهار دايما دايما لازم نكون جبل ما بينهار ما منقول منتحدك يا قدر كلنا في بحياتنا مشاكل كلنا في بحياتنا هموم كلنا في بحياتنا انزعاجات واشي بشعة السعادة محطة والشقاء محطة وقطاره الحياة يقفوا فيه كل محطة بتمنى انه كل انسان يحس انه اليوم الاطر بتاعنا زي ما بتقوله لحيكون بالمحطة الاولى دايما بمحطة الفرح والسعادة ممنوع نسمع حدا زعلان ممنوع نسمع حدا يقول انا مهموم قد ما يكون الهموم كالغيوم دغري بتقطع وبتمرق زعلانين على شو على مال على تعب على انزعاج على مرض ما في مشكلة بالحياة الا ما الى حل دايما ما منقول يا رب عندي هم كبير منقول يا هم عندي رب كبير اللي بيتفائل واللي بيتكل على رب العالمين حتما حتما بإذن الله بيضل قوي الايمان يدفعنا للانتصار ما في شي بأويل الانسان بالحياة الا ايمانه فبرجعوا بقلكن انه الحياة حلوة وبتجنن عيشوا فرحوا هايصوا رقصوا بتسموا اغفروا سامحوا تنشوا تفائلوا تعيشوا تنتعيشوا بكل محبة وبكل قوة وبكل امل وتفائل لانه كتير كتير في ناس بيتصلوا ومتشأمين وعندهم اكتئاب وتعبنين ان شاء الله من خلال هيدا البرنامج من خلال تواصلنا معكم دايما من خلال اتصالاتكم ونحن هلا اكيد بانتظار اتصالاتكم بس تبلش تقطع الارقام على الشاشة اي حدا عنده مشكلة نحن دايما اكيد منتواصل معكم هيدا البرنامج اعتبروه منكم وإليكم بحب انه دايما ما بدنا بس نحكي عن منتج سليمة وهيدا البرنامج هو بدكن تعتبروا انه هو برنامج صحي انساني تجميلي طبيعي قبل ما نحكي عن المنتجات في كتير اشياء منقدر نحن نتفاعل ونحكيها سوا مع بعض بالنسبة اول شي لرقم سليمة اللي بيقطع على الشاشة بمصر هو دايما اكتيب واتس اوب يعني باي وقت بتقدروا تتواصلوا معنا واتس اوب لانه ما فينا نرد الا بالفترة اللي بكون انا فيا بمصر نظرا لديء الوقت على الاتصالات فالواتس اوب بالخط اللبناني والخط المصري اكيد وانا بعتذر من كل اللي عبيد تصلوا مش عبلحق رد عليهم انا اللي ما عم نرد عليه لح نرجع حتما نحن نتواصل معهم لانه اكيد نظرا لك كثفة الاتصالات واكيد هاي دي من محبتكن وقلنا وبدلني اقول انه ما بدنا ناخد دوا اكتئاب ما بدنا ناخد ادوية او حبوب كرمال هاي دي المشاكل النفسية لانه المشكلة بالحياة يا بتحطمنا يا بتطلع اجمل معنا ونحن متل ما قلت دايما ودايما بقول انه نقص الفيتامينات هو بيسبب مشكلة بحد ذاته نقص الفيتامين بيعطي سترس بخلينا ننهد ضغري بخلينا نعصب اكتر بيعمل صداع بيعمل اوجاع بالجسم بيعمل اوجاع بالعدم فخلينا نحن نفوت ب نظام الغذائي المتوازن خلينا ناكل الاشياء الصحية كل شي انا بقوله حتما كل الناس بتعرفوا شي حدا ما بيعرفه بس انا بصلت الضوء اكتر على الاشياء الايجابية كن ايجابيا تبقى نقيا يعني قديش فينا نكون ايجابيين ونشوف شو ما مرق بهالدني بيضل فيه اشياء نحنا نشكر رب العالمين عليها بكفي نحنا منقشع منسمع منمشي كبرنا عم نشتغل قدرين ناكل قدرين نعيش عنا ولاد عنا خلقة كاملة فيه كتير نعم حلوة بين ايدينا قبل ما نطلب من رب العالمين المفهود خلينا نشكره على الاشياء اللي موجودة بين ايدينا لحتى نحنا نضلنا بحالة نفسية حلوة ولو ما الامل والتفاقل كانت الدني خربت وكنا نحنا صرنا الله بيعلم وين فيه مثل دايما بقوله كتير حلو لما الشمس تبطل تعطي حرارة بتبطل تتبخر المي لما تبطل تتبخر المي ببطل فيه غيم ولما يبطل فيه غيم ما بتشتت الدني واذا ما شتت الدني ما بينبت العشب في شي غلط فكرمل هيك معنا اتصال ايوة 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 مسالخي يا هلا اهلا وسهلا حبيبتي سانا يا هلا تفضلي من وراء والله الشاشة حبيبت قلبي اهلا وسهلا فيك انا بطفل بحضرتك مخصوص عشان بقولك بحبك قوي حبيبتك وحضرتك قلتك كلمتين بساطوني انك هتشتمري معنا وهتظهري دايما ايوة وده حاسز ليا كبير قوي ويعني هدية من حضرتك ليا كبير قوي انا بطفل من قبل ما تقولي الكلام ده عشان اقولك الكلام ده حبيبت وحضرتك بالصدفة قلتيه فعند اقولك بحبك قوي وربنا يزيدك يا رب ويكرمي حبيبت قلبي وحضرتك جميلة من قوة زي ما انت جميلة ومبركة ده اكيد يعني الله يخليك يا رب الكلامات خلينا ناخد اتصال تاني شكرا مدام سناء حبيبت قلبي اهلا وسهلا اخ حسان تفضل اهلا لك يا رب انا كنت معي مشكلة كده اتفضل اهلا وسهلا فيك انا كنت مجوز تاثربع سناء وحسل طلاب وقال معي وادي مياه بعد كنت جوز تاني وحسل طلاب وقال تاثربع شهور كده وكان شي مريع اذا انت فهمين الشي اوكي اوكي بعتذر اخ حسن ما سمعنا شؤالت يارد تكتبلي على الواتس اوب او ترجع تتصل فينا تفضلي مدام صفية اهلا وسهلا فيك حبيبتي الله يخليك تفضلي شو سؤالك حياتي الوقتي انا 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 150 انا 150 8 كيلو اوكي انت يعني اسمينة عايزة تنحفي او اوكي بس انا بجب البجبع عايزة اكل طيب اوكي لاح احكي كتير عن هيدا الموضوع عندك سؤال تاني ايوه انا عندي ولادي في المدرسة وعايزة لهم عايزة لك لانشن على كل تنزل وانا عايزة اكل معين ان هو يتشبعهم وابعدهم عن الكل ان هو انا عبدا ان انشن مش مش فلو اكل كتير معنا اتصال اوكي دايما مناكلوا كلوا الزعتر الزعتر كتير منيح العسل الاسود جر بتعملي صندويش بزبدة مع عسل الاسود انتوا كتير عندكم العسل الاسود دي حاجة رائعة شي بيجنن وخصوصا بالصعيد يعني لاحظوا انه دايما اهل الصعيد اسم الله قواية وبشرته النقية وشعر غزير هيك انا عمشوف يعني دايما اللي بياكلوا الاكل البلدي والاكل القديم اللي بغزي بتكون منعتهم اقوى دعوضوا لا تكون ياخدوا فواكي على المدرسة ياكلوا جزر موز تفاح بموسم البطاطا انتوا بتقولوا البطاطا الحلوة يعني البطاطا الحمراء يعني هاي دي كتير مهم ياكلوا مننا الشمندر هاي دا بيقوة دم بنشط وممكن الولد اذا ما بيحفظ الدروسه او اذا شوي عنده كسل بجسمه عمره فوق الخمس سنين فينا نبلش نعطيه الأوميغا 3 اللي هو زيت السمك موجود بمنتج سليمة زيت السمك بس اكيد منلاقيه بكل الصيدليات كتير الاكل له تأثير منخفف دايما لاللي بده ينصح لاللي بده يضعف يعني للتخين للسمين منخفف دايما فيها دسم لانه اغلب العالم عنده مشكلة كسل بالكبد عصر هضم نفخة وزن زايد لما نخفف الخبز والبطاطا يعني الاشياء النشويات خففوا الخبز قدمة فيكن العيش يعني قدمة فيكن قدمة فيكن الخبز كتير بيزعج كتير تقيل على المعدة يعني حتى لو بدكن تتروقوا الفول والطعمية فيكن تاكلوا شوي صغير الخبز ونكلها مع الخضرة يعني مع الخاس مع الملفوف مع الطماطم كتير طيبة يعني مش شرط انه كل شي لازم ناكله بالعيش والطعمية والفول انه كتير بيغزوا ونأكل دايما معهم البصل التراتور لطحينة لطحينة فيها كتير كالسيوم يعني طريق طبيعة اكل كون او الاكل بمصر بغير مصر يعني هيدا الاكل مغزة بس بيسمن لانه منأكل كتير رز ومنأكل كتير بطاطا اكيد بمنتجات سليمة لح نحكي هلأ ونشوف فيديو عن الخلطة المنشطة للمصران اللي هي بالضاعب مع حبوب قاطع الشهية يعني انت بتاكل كتير بس بدك شي ليوقف ما يخليك كتير تاكل فحبوب قاطع الشهية بمنتج سليمة مع الخلطة المنشطة للمصران هني من الاشياء الرائعة اكيد هلأ منشوف صور ومنشوف فيديو عن هيدا الموضوع خلينا نشوف هيدا الفيديو من الاسباب الاساسية لمعظم مشاكل الجسم للحفاظ على سلامة الجهازة الهضمة مننصح بشرب لزهورات يوميا وخلطة لزهورات من منتجات سليمة تحتوي على الشومر القصعين الزعرور البابونج عرق السوس وغيرهم فبتنشط المصران تمنع نفخة والامساك بتلاين المعدة وبتساعد والاكيد ان اذا شربنا خلطة الزهورات من منتجات سليمة نخسر 3-4 كيلو بالشهر طبعا مع الالتزام بنظام غذائي سليم يعتبر كسل الجهاز الهضمة من الاسباب الاساسية لمعظم مشاكل الجسم للحفاظ على سلامة الجهاز الهضمة مننصح بشرب لزهورات يوميا وخلطة الزهورات من منتجات سليمة تحتوي على الشومر القصعين الزعرور البابونج عرق السوس وغيرهم فبتنشط المسران تمنع النفخة والامساك بتلاين المعدة وبتساعد على تنشيط الكبد والكلاوة وهيك الجسم ما بيمتص اكتر من حاشته والاكيد ان اذا شربنا خلطة الزهورات من منتجات سليمة نخسر 3-4 كيلو بالشهر طبعا مع الالتزام بنظام غذائي سليم خلينا نشوف الصور اللي لخلطة المسران وحبوب قاطع الشهية بليز بعدين كسل جهاز الهضم يعني حتى لو كنا نحنا مش ناصحين مش يعني مش سمينا بس ممكن يكون عندنا نفخة عندنا عصر هضم عندنا امساك لانه لما يتنشط جهاز الهضم اتنشط الكبد ما بقى في نفخة ما بقى في غازات ما بقى في امساك وهيدا المجموعة اللي هي هيدا خلطة المسران فرجونا الصورة لو سمحت بس نشوفهم مع بعد بنقدر نخدهم ونقدر نحصل عليهم بمصر اكيد موجودين بتقدروا تتصلوا على الارقام اللي عبتقطع ونحنا منقلكون كيف بتقدروا تحصلوا عليهم بالنسبة للاشياء اللي نحنا عم نحكي عنا واللي بتهم ناس كتير عن الوصفات الطبيعية وعن التقات الإيجابية وعن كيف نحنا نناكل شو الاشياء اللي ممكن نكلها نقدر نحصل على شهادة معتمدة من البورد الامريكي الكندي او من اي جهة رسمية منقدر ناخد شهادات بالطب الطبيعي اكيد من خلال دورات تدريبية نحنا لحنا عملها بالقاهرة قريبا اذا الاراد اذا حدا بهمه هيدا الموضوع اكيد بيتواصل مع استاذ اشرف اللي بيتصل فينا نحنا نعطي رقم السيد اشرف وبيتواصل معه لانه هيدا الدورات ممكن تكون يوم ممكن تكون يومين ومنحصل على شهدات دولية معتمدة من خلال هيدا الدورات لانه في ناس كتير بهمة تعرف وصفات وبهمة تاخد اشيه كتير طبيعية بإذن رب العالمين اوكي تفدل لي سحر بليز حطيلي الصور لو كنا عم نحكي عالتليفون اهلو اهلو اوكي راح الاتصال طيب بس شلولي هيدا الصوت من دينتي لو سمحتو بالنسبة لمجموعة انقاص الوزن اللي حكينا عنا بنا ناخد فنجين الصبح فنجين المساء من الخلطة المنشطة للمسران ما حبة الصبح حبة مساء ومنقدر ناخد كمان الكاكاو الاسود الشوكولات السوداء هي من الاشياء الكتير مهمة بالنسبة لمشاكل الاكتئاب هلأ شو ممكن ناخد لكرمال الاكتئاب بالنسبة للاكتئاب أول شي نقص معنا اتصال ألو أيوة ألو مساء خير حبيبتي تفضلي مساء خير يا هلا يا دكتورة أهلا وسهلا يا هلا مجليك المورش إن شاء الله حبيبتي الله يخليك تفضلي شو بقدر ساعدك أنا قلت تصلت بحضراتك على تلفونك الخاص عشان الورم اللي تحت عني أوكي تكرم عينك بماء سخنة بماء سخنة شوي ونحطه على العين هيدا بيصحب الورم وبيخفف الورم اللي بقلب العين كمان أو اللي داير العين سوري بخفف الورم اللي داير العين الملفوف من الاشياء اللي مهمة كتير والرائعة جدا إذا الله راد كنا عم نقول عن الاكتئاب شو ناخد مناخد الشوكولات السوداء مناخد الاشياء اللي فيها ماجنزيوم مثل التمر مثل الجوز مثل الموز هودا اشياء كتير مهمة وكتير رائعة لتقوية الماجنزيوم لما يكون الماجنزيوم عنا يعني اخدين الماجنزيوم كفاية ما منتوتر ما منعصب ما بيجعنا ظهرنا الماجنزيوم بأول نظر الماجنزيوم كتير مهم حتى للشعر ولمشاكل هر الشعر هو من الاشياء المهمة لحتى ناخد الماجنزيوم الطبيعي منركز اكتر على اكل التمر والجوز والموز الصبح ونشرب الكاكاو الأسود بشكل يومي الكاكاو الأسود موجود بمنتجاتنا ممكن نلاقيه بكتير محلات يعني ما نركز دايما بس انه نشرب شاي وبركاتي العالم كله بتشرب الشاي مع سكر زيادة وخصوصا هون بمصر يعني السكر مرض السكر هو السم الأبيض قدي فينا نخفف السكر أوكي بناخد اتصال ألو ألو بك دسور يا هلا حبيبتي أهلا وسهلا تفضل لا هده سرحانه والله بالبرمانة بتاعك ربنا يخليك يا ربنا الله سلمك الله سلمك تفضل شو بقدر ساعدك حضرتك دكتورة دلوقتي أنا شاتف معاشي يعني شاتف عرفين نشفة يعني حتى حطت لها كل حاجة بس نشفة ومش عارفة عملها حتى جا حفت رجوة اللي حاجة لها واجعانه ونشفة جامل أوكي ثاني سؤال معاشي يا دكتور تفضل لو في أي حاجة أنا تفتح البشرة وكده وماسكي أنا أو أي حاجة بحثي منك في البيت يعني تكرم عينك شكرا لاتصالك قدي عمرك يا سحر معرفش يا دكتورة قدي عمرك يا سحر أنا عند 25 سنة متدودة معي عائلين بس حامل يعني أوكي شكرا يا سحر بناخد بوسينا ألو سهل خيب يا هلا أهلا وسهلا تفضل حبيبتي حضرتك لو سمحتك كنتي الحرقة الباسية كنتي بتقولي عن ملح بنعمله عن بسجازة للحسن صحيح ما أنا أوكي لحقول ما كملتش لأنه الموزيع قطشط أوكي تكرم عينك تكرم عينك هي الصورة هيك بدأت ضل على الشاشة أو بتغيروها أوكي بالنسبة للملح الوصف اللي كنا عم نقولها إنه الملح الخشن إذا نحن من حمره شوي على النار شوي صغيرة ونحن عم نحمر الملح منقرأ المعوزات منقرأ أيها الكرسي كل حدا بيقرأ هيك إشي حافظة يعني من القرآن الكريم أو كل حدا حسب دينه ولمهم إنه نقرأ ذكر رب العالمين وهيدا الملح مندوبه بالماء بيطشط ماء بيسطل يعني ماء ممكن نرميه بالأرض ننضف فيه الأرض ممكن نحطه على عجلة السيارة لم يبقى فيه حسد وفيه عين لأنه كنا بالحلقة الماضية عم نحكي عن موضوع العين والحسد والتعب فالملح بشيل الطاقة السلبية الملح من الأشياء المهمة والرائعة كتير بالبيت بعدين فينا نرش ملح بزوايا البيت عند الشبابيك عند البواب من وقت لوقت ومنكون نحنا مدوبينه عن نار ونحنا قاريين سوريا محمصينه يعني شوية عن نار سألوني كتار إنه قداش منخليه عن نار بس شوية هيك لحتى يسخن يعني ومندوبه بالماء وممكن هيدا الماء نتحمم فيها نغسل الجسمنا فيها اللي بيكون عنده تعب صحي وأي حدا بحس حاله تعبين أو مزعوج أو شي بيقدر يقرأ المعوزات ويقرأ آية الكرسي سبع مرات هيدا كمان بتفيد بإذن رب العالمين بالنسبة لشفايف الناشفة عم تتكلميني إنه عندك شفايفك ناشفة فيك تشربي ماء كتير هيدا دليل يعني تشقق بالجلد ونشاف الجلد هو يعني معه منشرب ماء كتير فشربي ماء كتير ممكن تدهنيهم بزيت الزاتون مع الحامض مع اللمون يعني زيت الزيتون مع الليمون نحنا منقول الحامض يعني الليمون عندكم فصريهم مع بعضهم هيك بفنجان قهوة ومسحي أي مكان حتى على الإيد حتى هون يعني دايما في ناس كتير عندها هاي المنطقة هون أسود كتير عند الكوع الإيد فنحنا فينا نحط منا أكيد بمنتج سليمة فيه كريم شمع العسل لح تكون قريبا قريبا كريمات سليمة ومنتجات سليمة بكل مصر بإذن رب العالمين منقول دايما دايما كمان قلتي عن ماسكات خلينا نرد علي قبل ما ننسى حكينا عن مية الرز للشعر ميات الاتصالات يسألو كيف مية الرز استخدامها لما نغسل الرز المية النشا اللي منشيلها من الرز ممكن نعبيها بكوب مثل هيدا أوكي ننطر الكوب لتركض المي يعني بيصير فيه شي بأرض بقعر الكوب ننطره نص ساعة ساعة بعدين منغسل شعرنا فيه اللي بيضلوا بالكعب بأرض الكوب هالمادة النشا البيضاء هاي منمسحها على وجنا رائعة جدا للبشرة بتفتح لون البشرة وبتنعم البشرة ومية الرز بتطول الشعر يعني دايما منقول الشعر تاج المرأة ضل تباهي بشعرك ضل تغني بشعرك بلاس مية الرز فيه وصفة بدأ نشكر مدام أم محمد منوجه لها تحية بس نسيت الضيعة أو المنطق اللي جيتي منا بس مين الصعيد يعني فجبتنا معا الألوفيرا اللي هي الصبير انتو كتير هنتكون هيدا الصبير موجود نحنا منقصة لهيدا الصبيرا قرب لي الكاميرا شوي بليز منقص الصبيرا هيدا الصبير بالسكين لنفتحها أوكي ممكن بس تقربها ايه وهيدا ممكن نمسحها على وجنا بأي وقت فيكن تمسحها وعلى الوج وفينا نمسحها على الشعر يعني بهيدا الطريقة بتنمسح على الشعر كأننا عم نحط الجل أوكي وخصوصا اللي شعره خفيفه ما بيطول أكيد بنمسحها أكتر هلأ ما بدي خرب شعره خليه مرتب حتى إذا حدا عنده جرح عنده حرق بجسمه عندك نشاف مش عم بتقولي شفايفك ممكن تمسحي فيها الألوفيرا من الأشياء الرائعة بلس إنه كمان إذا منقطع الألوفيرا ومنأكل منه حتى يعني أول شي بتضاعف تاني شي للأورام السرطانية رائعة تالت شي بتنزل الكوليستيرول يعني هيدا المادة البيضة اللزجة اللي بقلب الألوفيرا ممكن تقطعوها وتخضوها للمعدة رائعة جدا فهيدا الصبير أو الألوفيرا وإذا بتشوفوا بمستحضرات التجميل بتشوفوا صابون الألوفيرا شامبون الألوفيرا كريم الألوفيرا يعني كتير فيه منتجات من الألوفيرا رائعة جدا حتى كمعقم للجسم الألوفيرا من الأشياء المهمة فادهاني كل جسمك فيها بتشذ الجلد تمنع التشققات بتناعم وكمان بتقوي الشعر ماسك الزبادي اللبن الزبادي مع ملعقة العسل هو رائع جدا فينا نحط معه زيت زيتون فينا نحط معه زيت لوز هيدا من الأشياء الرائعة حضريننا ماسك الأعشاب حياتي الماسك الأعشاب بمنتجات سليما فيه أكتر من 13 نوع من الأعشاب هيدا الماسك رائع جدا نحنا بحلقة الماضي شلنا وأكلنا من هيدا الماسك اللي فيه بابونج حلبة ترموس حبة البركة كتير إشياء إذا بتشوفوه هو أعشاب بودر منحط منه ملعقة صغيرة ملعقة الشاي يعني بالصحن منحط معه الزبادي ممكن نحط الحليب اللبن يعني ممكن نحط عصير الليمون أو عصير البرتقال أو ممكن نحط ماء الورد أي شي بنخلط فيه هيدا الماسك بنتركه خمس دقاي ونمسحه على الوجه خلينا نشوف الفيديو ماسك للبشرة وشد الوجه يفضل استخدام ماسك طبيعي قبل الكريم وماسك الأعشاب من منتجة سليمة بيقضي على الكلف والنمش بشد الجلد وبيخفي التجاعد لأحتوائه على 13 نوع من الأعشاب منها البابونج الأسعين الحلبة حبة البركة وغيرهم يستعمل مع لبن أو عصير طبيعي أو زهرات مرتين بالأسبوع لمدة 20 دقيقة مثل ما بنعرف إنه الوجه سبع طبقات فيفضل استخدام ماسك طبيعي لتنشيط البشرة لكن ماسك الأعشاب شو ما بيكون عنا عندك كلف نمش تجاعد عدم نضارة بالوجه بتشد وجيك عندك حب شباب كل هيدا الأشياء ماسك الأعشاب هو بيفيدها وهيدا الماسك أي سلك بتشتري ماسك الأعشاب بكفية عندها أكتر من 3 تشهر لأنه ماسك الأعشاب بس بالأسبوع مرتين في ناس كتير بحبوا يبيضوا بشرتهم كمان كريم الطبيض هلأ منشوف بمبيد كريم المبيد منشوف فيديو لإله رائع جدا كريم المبيد بمنتجات سليمة بساعد على تفتيح لون البشرة بس ما بيسوى نستخدم ولا أي كريم بدون ما نستخدم ماسك لأنه الوجه سبع طبقات بدنا شي يفوت على جزور البشرة يعني ما تصدقي إنه في كريم بالحياة مهما كان منيح هو بفيد بدون ما نستخدم الماسكات الطبيعية ونستخدم السيروم لح نحكي بحلقات تانية عن السيروم لح نحكي عن اللوسيون اللي موجود بمنتجاتنا وهي دا كريم المبيد ما بعرف إذا جاهز أو لا منشوف كريم المبيد فينا نستخدمه بالليل كل شي كتبييد لجاهز كل شي مبيد للوجه أو للكلف أو للنمش مفروض إنه نحن نستخدمه بالليل ما منستخدم بنهار إلا الكريم اللي في حماية للشمس كمان كربيل التجاعد بمنتجاتنا كريم اللقلقة الفضية وكريم اللقلقة الذهبية هيدا رائع جدا اللقلقة الذهبية منستخدمه بنهار هو عبارة عن حبيبات اللولو أكيد بيغزي أكيد بيشد الجلد أي كريم بمنتجات سليمة إذا فيك تاخده لو سمحت الكاميرا إذا بتاخده هيدا الكريم في حبيبات صغيرة منشيل بالملعقة يعني منشيل حبة لولو بالملعقة هو اسمه كريم اللقلقة الذهبية فمنشيل منه ملعقة ومنمسح منه على وجنا شوف هيدا الحبوب رائع جدا هيدا الكريم منستخدمه بنهار وهو نفسه الكريم اللقلقة الفضية منستخدمه بالليل اللقلقة الذهبية بنهار واللقلقة الفضية بالليل كمان هلأ بنرجع نشوف فيديو هيد خلينا نشوف هيدا الفيديو بتكون جهازتنا الفيديو طبعا اللقلقة كريم اللقلقة الذهبية من منتجة سليمة على فيتامين اي وفيتامين اي بيساعد على نظارة البشرة وبكافح التجعيد يستعمل بنهار فبيحمي من الشمس وبجدد الخلايا اما حبيبات اللولو فبتطفي نقيق وجمال على البشرة لكان كريم اللقلقة الذهبية اذا رجع المبيد بيّن معنا منرجع نشوفه بس لمهم كريم المبيد منستخدمه بالليل اكيد اللي عندهم كلف ونمش فيه كريمات خاصة للكلف والنمش ناس كتير بتعمل عمليات تجميل وناس بتحب تكبر صدرة سوري وناس بتحب تنفخ شفيفها لأ انا ما بعرف لا هلأ هيدا الشي انا ما بعرف لا ومنو حلو بس فيه ناس بتحب هيدا الشي بتحب تنفخ وجه لأ الوجه هيك يكون شوية منفخ ومعبه شي كتير حلو بس انه الشفيف تكون هيك كتير كبيرة فأنا بحسة انه مش حلوة بس بمنتجاتنا فيه شي بساعد على تكبر الشفيف وانا بقلكم بالبيت بتقدروا تعملوا انتو زيت بزر الكتان اذا منخلط زيت بزر الكتان مع البيكن بودر بتعرفوا شو يعني البيكن بودر البيكن بودر اللي منحطه مع الكيك زي الكربونات يعني اللي بيكون اللي بينحط مع الكيك اذا منخلطهم مع بعضهم ومنمسحهم على الشفيف منتركهم تقريبا نص ساعة ساعة بعدين منغسل استمراريت هاي الوصفة بتنفخ شفيف مناخد اتصال قالوا هودا تفضلي اه اوكي بنعتذر هودا فصلة تفضلي حبيبتي الو الو حبيبتي اهلا وسهلا اهلا بيك يا دكتورة بقول لحضرتك انا ستة كبيرة عايزة يعني وصفة لتلوين الشعر الابيض تكون سهلة علي يعني ان انا عمل اوكي الف شكري لك ما سمعت ما تحكيني بس يكون في اتصال حياتي ما سمعت شو قالت الساد اه اه اوكي اوكي اه عندك شعر ابيض اوكي لح نحكي عن مشاكل الشعر بالنسبة للشعر الابيض فيك تسلق البطاطا اه اشر البطاطا يعني لما تقشروا البطاطس ما تربوا القشر طبعه منغليه على النار الماي بتاعت البطاطس اذا مننقع الشعر فيها اذا مننقع زيت السمسم مع الزنجبيل يعني منحط زيت السمسم فيها ملعقتين ثلاثة زنجبيل منحطهم بكوب او بقنيني ومنتركهم عشرين يوم بعدين منصير ندهن على الشعر هيدا بيساعد انه يخفف مش انه بيروح الشعب بيصير الشعر اسود لا بس هو بيخفف ما بقى انه يطلع الشعب بمنتجاتنا وجديدنا لحيكون عنا اكيد عنا مجموعة رائعة للشعر مع كريم الشعر لحيكون عنا زيت الشعر مع الفيتامين الخاص للشعر زيت وفيتامين خاص لحيكونوا بامبلاج مرتب بإذن رب العالمين قريبا هيدا الزيت بيحتوي على 13 نوع من الزيوت منقدر انه نحنا نستخدمه معه هيدا القطرة الصغيرة منحط منا كم نقطة على جذور الشعر هيدا الزيوت فيها خلاصة الالوفيرا فيها بزر الكتان فيها حبة البركة فيها زيت السمسم فيها هي زيوت كتير غنية وكتير مهمة بإذن رب العالمين ومفيدة إذا قال لراد فمنقدر انه نحنا نستخدمها على شعرنا أي زيت بدنا نحطه على الشعر منحطه تقريبا ساعة أقل شي يعني فيها نحطه ثلاث أربع ساعات أو لتاني يوم بس أقل شي ساعة ودايما على جذور الشعر مش بس منحط من برا على الشعر وقلنا الالوفيرا قلنا مية الرز منقول الزهورات يعني الأعشب اللي هي زي البابونج البقدونس الكرافس هاو كلهم إذا منغلي هاي دي الأشياء الكركدي الكركدي بيعطي لوني كتير كتير حلو قشر البصل الناس اللي بيهر شعرها القشر طبع البصل وخصوصا البصل الأحمد بيعطي لوني كتير حلو بيقو الشعر استمرارية إنك تاخدي هاو دي الأشياء يا مدام بيخف الشعر الأبيض عندك وأكيد فيه صبغات وفيه أشياء لحتكون كمان بمنتجات سليمة بإذن رب العالمين لهيدا الموضوع معنا اتصال هيدا الكريم كريم التنحيف يعني إحنا لما نستعمل الخلطة المنشطة للمصران ولما نستعمل الحبوب نقدر نمسح من كريم التنحيف هيدا بيساعد وأكيد هيدا الكريم بيكون هدية مع المجموعة لأي حدا بده ياخد خلطة المصران مع كريم التنحيف ومتل ما قلنا إنه موجودين بمنتجاتنا موجودين بمصر وفي مندوبين من خلال تواصلكم معنا وأكيد مع الوقت لحنحط أرقام المندوبين كمان على على الشاشة بإذن رب العالمين بالنسبة لكريم الكافيار بيعتقد عندك هيدا كريم الكافيار بيستخدم بالليل للتجعيد لمحاربة التجعيد وبيشد الوج وبيعطي نقيق ونظارة وبنفس الوقت مرتب ومغزي يعني الناس اللي ما بدا هي تاخد شي لتنفيخ الخدود أو هي ما عندها كلف أو ما عندها نمش تقدر تاخد كريم الكافيار كريم الكافيار بيساعد كرمال التجعيد كمان بإشياء كتير حلوة كمان هيدا مجهز أوكي أوكي خلينا نشوف هيدا الكريم كريم الكافيار على الأوميغا 3 والفيتامين وغاني بالماغنيسيوم والكالسيوم فالمضادات الأكساد الموجودة بالكافيار بتشد الجلد وبتخفف الترهولات كما أنه بتلغي الخطوط الموجودة بالوج بتساعد الأنسجة على احتفاظ بالماء اللي بتساهم بتعديل عملية فقدان وانتصاص البشرة للرتوبة وكريم الكافيار بمنتجات سليمة بيغزي البشرة وبحارب التجعيد وبحفص من الجهاز الماني على الجلد فبيمنحنا بشرة خالية للشوائب ونعمية مثل الحرير أوكي كريم لكل البوتوكس للبشرة كمان بمنتجاتنا يمكن فيه إلو صورة هلأ منشوفها كريم البوتوكس بيشد الوجه وبيساعد على نفخ الخدود ونفخ البشرة كمان من الكريمات المهمة والرائعة بإذن رب العالمين هيدا الكريم فينا نشوف صورته أوكي هيدا الكريم بنقدر نستخدمه كل يوم بالليل أي كريم بده يعالج الوجه بدنا نستخدمه بالليل وأي كريم بدنا نستخدمه ضروري نستخدم معه الماسك ممكن ماسك صمخ الشجر وممكن ماسك الأعشاب يعني هو دي من الأشياء الرائعين وعفكرة لوبان الزكر لوبان الزكر موجود وين ما كان نحن بمنتجات سليمة بيدخل لوبان الزكر بأكتر الأشياء وبتقدروا أنتوا تجيبوا ملعقة من لوبان الزكر مندوبها بكوب ماء ومنتركه بكوب ماء شوية دافية مش دافية كتير مش صخنة ومش بردة شوية دافية مندوبه ومنتركه من المسى للصبح أوكي وتاني يوم منصير نغسل فيه ونمسح منه على وجنين أنا بحط مرتبان يعني مثل ما بتقولوا أو عنا على المجلة على طول حد لما بدي غسل وجه الصبح منغسل بهيدا الماي ممكن نحط معه الشبه كلنا بنعرف الشبه أو الشب يمكن بتقولولها البودرة هيدا بتشد الجلد فينا نغط اللمون بالشبه وندهن منه أول شي بتفتح الأماكن الغامقة ممنوع يكون فيه أسود سوري تحت الباط عند الكوع بالأماكن الحساسة بالجسم بمحلات معينة مندهن باللمون أول شي اللمون والشبه بتشد الجلد حتى هون على إيدنا لأنه فيه كتير ناس تبقى إيديهم مجاعدة كتير مهم نحافظ على الجلد كتير مهم أنه نحنا مش ضروري يكون كرمال حدا يشوف أنت لحتى تشوفي حالك أنت دايما نكوني أنيقة جميلة عطبيتك بعفويتك أنت تغزلي بحالك وقف قدام المرأة وتغزلي بحالك مات أهم لحالك مش كتير صعب أنه نحنا دايما نبقول بالمحاضرات أولادك بحبوك قوية أهلك بحبوك غنية زوجك ما بده إياك إلا كتلة حنية لتكوني كل هالإشياء بتكوني أنت الأقوى أنت الأجمل أنت الأوعى أنت الأسكى قد يبديك تشتغلي عحالك المرأة بالحياة هي الأنصة هي كل شي بتكوني ست بيت وبتكوني موظفي وبتكوني أم وبتكوني زوجة وبتكوني حبيبة وبتكوني عشيقة وبتكوني جميلة مهي البرنامج بقلك كوني جميلة دايما أنيقة حتى بيحكيك بتصرفاتك بسلوكك مع نفسك احترامك لنفسك ومحبتك لنفسك هيدا هو معناته احترامك لغيرك ومحبتك لعائلتك لأنه لما قمت تأهم لحالك فأكيد مش لح تجي تعرفي تهتمي بغيرك أو ملح يبقى عندك طاقة حتى لحتى تهتمي بغيرك مناخد اتصال قالوا على اتفضل ألو أنا ولاء 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 سوري أهلا وسهلا تفضل أهلا يا حضرتك الحمدلله الحمدلله أنا وسهلت لنفسك تعبارك ولأ طول عمودك بأكتئاب وعنش حدا مش شوري تبدو أستحاد عمودك بأكتئاب بدك تتكلم شوي وشوي لأن الصوت مش واضح أو أنت قلولي شو سمعت تفضلي أنا على طول مخنوقة 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 أه أوكي على طول مخنوقة وحسة بأكتئاب بدنا نتفائل يا مدام ولا مثل ما قلنا أنه الدني بتهزو مبتوقة مشاكل الدني كتيرة ما بحب أسمع هاي دي الكلمة من حدا لأنه كتير ناس يمكن أنا بحكي لريح الناس ويمكن كون أنا عندي أكبر مشكلة بالحياة ما حدا بيعرف بس نحنا بدنا نكون قواية من جوا أوكي ما تحس حالك مخنوقة ظهري مشي غير جو عادي مع ناس حتى لو مفروضين عليك وبيزعجوك ما تقادي معهم عادي مع ناس بيعطوك إطراء حلو إذا ما لقيت حدا يتغذل فيك أنت تغذلي بحالك حب حالك نحنا جيين ضيوف بهالدني وفلين يعني اليوم قريت شي حدا بعطلي على الواتس أب شغلة كتير حلوة إنه اليوم إذا واحد لبس ملابس كتير كتير غالية ولبس ملابس رخيصة لمهم هيدا بيسطر الجسم إذا واحد قعد بكتير بيت كتير كتير فخم وببيت متواضع لمهم هو مصطور وعم بينام إذا أكل بأغلى مطعم وأكل فوله طعمية كله بيشبع وبيعب المعدة لمهم شو قربنا لربنا القناعة نحنا شو فيه جواتنا ليس كل من لبس الحريري أمير ولا كل من نام بدون سريري فقير فكم من جسد تحت الحريري حقير وكم من فقير بدون سرير أمير قدي قدي بيكون ما تفكره للمال هو اللي بيزلو بالسعادة المال هو وسيلة لحتى نحنا نتعاون بالحياة ونقدر نستمر ونقدر نوقف على إجرينا اللي بيقول إنه المال هو كل شي هيدا الشخص ممكن يعمل كل شي كرمال المال المال مهم والمال ضروري بس ما يكون هو الهم وهو العبق لإلنا هيدا الحياة كيف ما كان بعيش الإنسان بخل بناخد أم محمد قالو سلام عليكم زكا دكتورة حبيبتي أهلا وسهلا بشكرك وبحبك خالص الله الله يسلمك غيرت حياتي والله يا دكتورة من كلامك الحل والله العظيم يا دكتورة الله يحفظك حبيبتي أل بشكرك على الشفة اللي أنت قلتي لعليها يعني حل وخالص والله العظيم ما شاء الله عليها الله يسلمك الشفة ومية الرز بصي ما أقول لك يعني ما شاء الله قوة ألا بالله ربنا يخليكي لينا يا رب تسلمي حياتي تسلمي شكرا لك يا دكتورة سليم ربنا يبالك في عمرك شكرا الله يسلمك حياتي شفتي صوتها لما دم أم محمد بتحصيها متفائلة بتحصيها مبسوطة أقل الأشياء مرضات النفس بالشي القليلة وهي عم تشكرني لأنه أعطيت وصفة مش جاء أنه أعطيت وصفة أنا بدي أشكرها لأنه واضبت على هاي الوصفة لأنه اللي أنا عبقوله الناس كلها بتعرفوا بس أنا بضوي علي أكتر أنه كليز عملوا هيدا الشي كليز خففوا السكر كليز خففوا الخبز كليز شربوا ماء كتير 70% من جسم الإنسان ماء خليكن مبسوطين أقل الأشياء اللي معه مصاري بيكون مرتب واللي ما معه مصاري بيكون مرتب مش شرط نشتري نحنا كريم من عند سليمة أو من عند أي حدا لحتى فينا نعمل ماسكات هيدا الماسك اللي فيه 13 نوع من الأعشاب هيدا فيه الحلبة فيه الترمص ترمص المر فيه الحمص فيه الفول تعرفوا الفول الفول اللي بتطحنوه للطعمية أو شي حلبة ترمص حمص فول بابونج كليل الجبل الميرامية يعني أنت اختاري 3-4 حاجات من دي طحنيها بودرة وعمليها مع لبن الزبادي على وجه يعني مش شرط نحنا بس لازم نشتري منتج نقدر نحنا نعمل إشياء ونهتم بحالنا ونهتم بشعرنا كتير مهم أنه الشعر يضل حتى للستات المحجبين تعطوا وقت لحالكم بدون الحجاب النقط خلي الشمس لأنه الشمس فيها فيتامين دال تضرب شوي على راسنا نقعد بالبيت محل مضارب الشمس شوي لازم لأنه دايماً 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 الحجاب على طول ليله نهار وحطة على شي على راسك هذا سبب رئيسي لا يكون من هون الشعر خفيف ويهر الشعر نرجع على المدام اللي عم بتقول أنه عندها اكتئاب فشرب الكاكاو يعني الشوكولات السوداء بيساعد أكل التمر التمر بيعطي طبقة بنفسجية بيريح النفسية وبيعطي طاقة إيجابية التمر من الأشياء مذكور عنه بالقرآن الكريم يعني التمر من الأشياء الكتير مهم وكتير رائع كله كل يوم من 3 حبات ل7 حبات التمر بما فيهم باستثناء مريض السكري عفكرة مريض السكر تنشيط الكبد ورائحة الفم الناس اللي عندها كسل بمعدتها وكسل بمسرانة والناس اللي عندها أمسك طبيعي بخار هيد السموم لوين عم تطلع تطلع عن نفس وتطلع عن راس تعمل صداء تعمل ريحة بشعة من النفس فكل يوم نشرب 3 كوب ماء مثل هيدا سخنة مية دافية الصبح كل ما أكلنا شو ما تغدينا شو ما كان الغداء بتجيب مية دافية مع لمون يعني نص كوب مية دافية بتحطي عليها 2 أو 3 لامون هيدا الصغير ومنشربه بروح الكوليسترول بينضف حتى البلعوم كرميل الانفلونزا تقوى المناعة عنها وبينضف وبتعقم التم ريحة النفس مش من التم ممكن من الاسنان ممكن من المعدة فلما نشرب من المية دافية الصبح مع الوقت يعني لأنه هيدا المشكلة عند الناس كتير بعينوا مننا ومش مهم نحط نحنا بتمنى بومبوني أو علكي أو هولز هيدا ما بيروح ريحة النفس أوكي اللي بيروح ريحة النفس السواء اللي منشربها ومننظف معدتنا ومنقدر ناخد خلطة الزهورات اللي لسليمة كمان هي بتعقم وبتنظف المعدة وكلما الإنسان صور يفوت على التواليت أكتر كلما تطلع الصموم من جسمه أكتر لأنه هو البول عبارة عن أملاح وصموم هي بالجسم فقد ما تشربوا مية يعني كلكم اتعودوا يضل المك بإيدكن الشاي النعنى البابونج الكركدي الزنجبيل المية الدافية مع العسل الأسود المية الدافية مع اللمون الكاكاو الأسود يعني كل نهار خل المك بإيدك بليز ما في شي تشربه شربي ماء لازم نشرب لتر ونص ماء كل يوم على القليلة هيدا الشي كتير بساعد وصفات للوزن الزايد ناس كتير بدن يزيد وزنن ناخد خميرة البيرة خميرة البيرة فيها فيتامين من B1 لB12 يعني فيها كتير فيتامينات بتعقم المعدة كل صبية لازم تخدها كل شاب بأول طلعته وخصوصا الشباب يا مؤمن يوم سألتني عن حدا عنده حب شباب اللي عندهم حب شباب سواء بنت أو شاب بيقدروا ياخدوا خميرة البيرة خميرة البيرة موجودة بمنتز سليمة وكمان موجودة بالصيدلية تقدروا تجيبوها من الصيدلية هي من الأشياء الرائعة والخميرة اللي هي منحطها بالخبز بالعيش يعني ممكن أنتوا إذا بتضوبوها بشوية ماء مع ملعقة لبن زبادي بتكلوها أنا بكلها بس ما بحبها بس مضطرة إكلها لأنها بتنقل بشرة بس هي بتنصح أوكي هاو دي الصور اللي عم نشوفهم اللي هي خلطة المسران فيه صورة تانية مثلا كمان خلطة المسران مع حبوب قاطع الشهية أوكي وهي دي الصورة كمان يعني أنا هوني عم حط صور سليمة مشان تتعرفوا عليها لما تكون بلكي يوما ما التخنت ترجع تقولولها ما أنت كنتي نحيفة أنه تخنتي ليه ما بتستعمليش منتجات سليمة ولا إيه فضروري أنه نحنا نستخدم هودي الحبوب مع الزهورات بإذن رب العالمين للناس اللي بده تضعف أكيد من نسبة لطنشيط الكبد شو الأشياء يعني كتير عالم تقول ما قليش نفس أم أوكي ما قلي نفس أم ما قلي نفس أنا كسلين هيدا كله من كسل الكبد مش ضروري أنه يكون مرض لسماح الله كسل الكبد هو الكركم نغلي الكركم ونشرب ناخد شرش الرباص ونخفف المقليات والسكر بالشاي رجاء لأنه الوقت ديق يعني ولما حدا بده أي مشكلة رقم المصري على طول في علي واتس أب ورقم اللبناني على طول في علي واتس أب وإذا نحنا ما ردينا أول مرة وثاني مرة أكيد منرجع من رد ولح ينزل قريبا كتاب سليمة بإذن الله فيه كتير كل الوصفات ومنرجع منذكر بالدورات التدريبية للي بهمهم الأمر أنه يعملوا دورات لمدة يوم أو يومين وبيحصلوا على شهادة إضافة لو ما بدنا الشهادة نحصل على معلومات كيف منضعف شو ناكل كيف نهتم بولادنا كيف ناخد الغذاء المعين كيف نعالج مشاكلنا الوقت دهمنا منقلكم إلى اللقاء أكيد الحلقات هذه لح تنعاد نحن كل ثلاثة وكل أحد بإذن رب العالمين الساعة سبعة مساء منشوفكم بحلقات جديدة إن شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا أنا بحبكم كتير إلى اللقاء موسيقى موسيقى موسيقى